بالله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من الأبدومنال كافيكي بعنوان رترو peritoneal space and retro peritoneal organs part 1 رترو peritoneal space is defined as the space located behind the parietal peritoneum lining the posterior abdominal one it extends from the 12th rib and the 12th thoracic vertebra above to the sacrum and iliac crest below the extension of the retro peritoneal space in the vertical diameter from the rib r.12 والفقرة الصدرية رقض 12 لغاية الساكرام والإيليا كريس في اللوكيشن it is located on the posterior abdominal wall the posterior wall of the retro peritoneal space مكون من 3 muscles اللي هما psoas major muscle quadratus lumborum muscle and the beginning or the origin of the transversus abdominis muscle كل واحدة من هذول المسلل is covered by its deep fascia يعني في اندي psoas fascia في اندي quadratus lumborum fascia في اندي fascia and covering the transversus abdominis but what is the anterior wall of the retro peritoneal space is formed by the parietal peritoneum lying the posterior abdominal wall كل واحدة من المسل زي ما حقينا مغطاة بطلقة من الفاشية قدام هذا الفاشية is a variable layer of adipose tissue fatty tissue وهذا الفات tissue يشكل بد سرير بتكون قاعدة عليه different organs of the retro peritoneal space اللي هما supra renal glands or adrenal glands القضارية الكدنز ascending and descending parts of the colon and the duodenum except the first inch of the first part of the duodenum the retro peritoneal space also contains the blood vessels يحتوي على يحتوي على renal and gonadal blood vessels يحتوي على renal and gonadal blood vessels and the muscles also contains the urethars لو جاءنا اطلعنا على هذا السكتشن the transverse section يحاكي CT وببين للright part of the retro peritoneal space مع الورغانز الموجودة فيه شيئين هاي البادي of the second lumbar vertebra جمب الفرتبرا مباشرة هذي الصواس major muscle اللورة شوية في هذي الكوادريتس lumborum muscle وهي بداية للترانسفرسس اب دومينس مسل هاي بداية للترانسفرسس اب دومينس مسل ايسف هاي بداية للترانسفرسس اب دومينس مسل اوكي لان كل واحدة من المصص هذا المغطى بالفاشي تبعتها فهذا كفي عندي اللون واصفر هذا الvariable amount of fat يشكل ضيباء للترانسفرس من جزء ريباء للصفرس أي إنجير صار في الأرجان في الريتو البروتونيال سبس ميكوز البروتونيال إرراتيشن البروتونيال إرراتيشن مانيفيست إتسلف في الوصولة تندرنس ومسل سباسم ويمكن أشعر فيه أشعر فيه في اللمبر وإلياك ريجان في اللمبر وإلياك ريجان يعني أنا عملت ديب في هذا المناطق في اللمبر ريجان منطقة الكيدنيز في بداية ونهائة معنا الكلام أنا بعمل بيب بالبيشي للأنتيرو وبعمل على البروتونيال إراتيشن هيكون في عندي يعني هيكون في عندي مسل سبازم يعني يعني البيشنت عمل وهذا البروتونيال بيكون بردو بردو اللي عملت أنا فالباتيشن في المنطقة اللي بين برضو ممكن هذا يعطيني تندرنس وأنها بكون كيدنيزيز بردو لو أنا استخدمت أي ريديو غرافز ممكن يورجوني إذا كان في عندي بيرفوريشن لأي من البسرة الموجودة وأنا سيكون في عندي بيرفوريشن في الإكسرا بريتونيال تشو ممكن أستخدم لأنها تعمل لأكيوريشن لأكيوريشن بريتونيال أورغان في الريترو بريتونيال سباز ممكن يصير في عندي أبسس فورميشن لو في عندي انفكتشن في الريترو بريتونيال كيدنيز لنفنود رترو سيكال أبسس برضو لو في عندي أنا أورتك ديسكتشن أورتك أنيوريزم عمالو بينيز حلاجم البلد أولا مهم مهم في عمليات الهوميوستيس وكذب أول أورغان ما ستكلم عنه من الريترو بريتونيال سباز لما الكيدنيز كما أنتم عارفين الفنكشن لتنمي ومتفر طبعا هذا مهم مهم في عمليات الهوميوستيسيزة قلنا الهوميوستاسي يعني الهوميوستاسي يعني الهوميوستاسي يعني لو انت شربت كميات كبيرة من المية اكثر من حشتك اليومية بتروح على توالد مرات كتيرة بتتخلص من الاكستراووتر اللي داخل على جسمك برضو لو انت تناول كميات كبيرة من الاكترولايز زي ايش مسلا كميات كبيرة من المخلي تحتوي على سوديم كلورايل هللاقي برضو هذا بيحفز اول حاجة والاحساس بالعطش وتناول كميات اكبر من المية ده باللاحظة من الاكل الفسيخي يوم العيد ويزيد الروحات على التوالد ايضا للتخلص من هذه الاكسترا الكترولايز نفس الشيء اللي بتحدث في المينتنانس اوب اسد بيز بلانس بمعنى لو كان زادت الهايدروجين ايونز في البلود بيلايج الديوسم بيتخلص من الهايدروجين ايونز في رودا كيدنز بيعمل ري ابزوربشن ده البايكاربوينت اللي هو القلوي عشان يعادل هذه الحموضة الغير طبيعية في الدم وبالتالي يحافظ على البياتش ما بين سبعة وخمسة وثلاثين لسبعة وخمسة واربعين الامونيا واليوريا والكرياتينين واليوريك اسد وغيره من البياتش ميتابوليك ولكن الكيدنز تخلص فيها عن طريق اليورين واليورين بيخرج برا الجسم اه يوريثرا يوريثرا هي الاحلين بجينا اطلعنا على هذه الصورة هاي ده رايت كيدني ومعلقة بالبيديكل تبعها البيديكل تبعها مكون من والرينا والرينا واليوريتر وهي كذلك شايفين عندي هنا هذا اللي طالع من هذا هو والي طالع من هذا عبارة عن يوريتر اللي اتنين بيصبه في هذا الهولو اورجين ويغيره أن يسميه يورينارين ولو تبعنا الصورة للتعتي لكي اليورينار بلادها تفتح على اليوريترا which secrete يوريناتين الطريق الصف eyelid. الكيديات كتب من الكلام رغم من البراطنيات على العدد الماء الجدة الكيديات الكيديات السابقة الكيديات كتب من المسلمة الكيديات من الجدة المسلمة الكيديات المسلمة حوالي وان انش بيتحركوا مع الريس بيجينا اطلعنا على هذا الفستيري نشوف هاي عندي الـ 11th rib يادوب تتشين الـ upper pull of the right kidney الـ high of the right and left kidney are located on the trans-pylorical plane at the level of L1 شاكين قديش بتبعد برضو الـ ureter buvid عن midline buvid حوالي 2 inches يعني 5 سنتيميتر هذا يشكل صورة ثانية بتوضح لك الـ kidney in position ما إلا كما أنه each kidney is kept by the supra renal gland هاي عندي هنا الـ inferior vena keva وجنبه الأورطة الـ inferior vena keva بيصوفي الـ renal آآ فينز بصوفيهم الـ renal veins أوكي لو جانوا طلعنا على هذا الكيب بي نلاقي الكيب بني شكلها بين الـ shape إلها anterior surface وإلها posterior surface إلها lateral border which is a convex border إلها medial border which has a concave depression called the hylum of the kidney إلها upper pull وإلها lower الـ pul الـ hylum هذا عبارة عن slit on the medial concave border of the kidney لو أنا فوتت لجوة بلاقي الـ hylum يقودني إلى space داخلي space الداخلي هذا بيسميه renal sinus الـ hylum is the site of entry or exit of structures من وإلى الـ kidney إيش ترتيب الـ structures من قدام الورى ترتيبه من قدام رينال vein إذن الـ vein هو المص anterior structure في الـ hylum of the kidney وراء بعض الـ branches of the renal artery وراء الـ renal pelvis and ureter وراء خالص the remaining branches of the renal artery إذن الترتيب من قدام الورى الـ v-a-u-a 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 اوكي اه برضو هاي الصورة تانية ذا ما احنا شايفين الـ kidneys in position كل واحدة كاب باين the supra renal gland إلى anterior surface وإلى posterior surface هاي الـ hylum of the kidney شايفين الـ renal vein the most anterior بعض الـ branches of the renal artery يجيب وراء ال vein بعد هيك الـ renal pelvis and durator بعد هيك البيجيب وراء الـ the remaining branches of the renal vein طيب تعالي الترجع على الـ coverings of the kidney الـ coverings of the kidney الـ but the kidney is surrounded by اللي هو هذا surrounded by a connected tissue capsule surrounded by a connected tissue capsule composed of dense connected tissue مليان collagen fibers برا الـ renal capsule في عندي طبقة من الفات بسميها peri renal fat peri renal fat بعد هيك برا خالص في عندي ايه؟ في عندي رينال فاشيا والـ renal fascia هذه الـ continueous lateral with the fascia covering the transversus abdominis برا الـ renal fascia في عندي برا الـ renal fat الـ pararenal fat هذه في رجية اوكي إذن الـ coverings of the kidney من جوه لبرا رينال كابسول peri renal fat رينال fascia and pararenal fat طبعا الـ renal fascia طبعا الـ renal fascia طبعا الـ condensation of connected tissue lies outside the peri renal fat includes the kidneys and supra renal glands و continuous lateral with them fascia transversalis اوكي fascia transversalis الـ pararenal fat often in large quantity بكون فانو اطلع على الـ renal structure هلما اجو اطلع على الـ renal structure بلاقي الـ kidney لها outer outer dark region called the cortex تحت الكابسول مباشرة اللي هي منطقة هذة بسمها renal cortex و renal medulla in the form of renal pyramids او medallary pyramids هذي الـ pyramidal الساكشة بسعددهم تقريبا 12 واحدة اوكي بلاقي انه renal cortex extends in between the renal pyramids في هذي الاماكن هذي بسموها ايش؟ بسموها renal columns بسموها renal columns من ايش بيتكون؟ لو بدي اجي ارسم انا renal lobe خلينا حقق الجام هنا نشوف من ايش بتكون renal lobe؟ بتكون من renal من من الـ pyramids ونصre ونصre نصre ونصف الـ هذا vivir تسميه هذا يسموه هذي settlers سأسموه رينال lobe سأسموا رينال المنطقة الفراغات هذه الموجودة بسمها رينال ساينس هي اليوريتر اللي بيوجد طلع الفوق بناضع ايصل واسع هذا تمسمها رينال بلبس الحوض الكليات كل رينال بينقصم من 2 إلى 3 رينال ايہ من 2 إلى 3 ميجور كالكس ذا بسمهم هدا ميجور كالكس هدا ميجور كالكس كل واحد ميجور كالكس بينقصم الى برضو 2 إلtalته ميجور كالكس نسعيل مينور كاليسز مينور كاليكس مينور كاليكس مينور كاليكس هذو كله بسمهم مينور كاليسز مينور كاليسز كل واحدة منهم is indented يعني داخلها فيها الابيكس of the renal pyramid نسميها renal papilla هذي بسموها renal papilla زي ما انتم شايفين البيراميد الابيس سبع البيراميد is toward the cortex والابيكس toward the renal signs طالع من البيز of the keramides فيه striations هنا ممتدة الى الكورتيكس بسموها medallary raise بسموها medallary raise ابتعد اتكلم عن الريلاشنس of the kidneys الول نبدأ بريلاشنس of the right kidney الريلاشنس of the right kidney anteriorly can be suprarrenal gland وحنا عارفين is capping the upper pole of the right kidney والlift kidney كذلك the liver the second part of the duodenal the right colic flexor and the small intestine دانت شوف هاد الكلام كيفين هاي الright kidney يا جماعة لو انا حاطت ال liver كان بغطي جوز اكدير من the structures اذا شايل ال right loop of the liver شايل liver بالكامل اذا اللي برقم واحد بعدك شايلتين هاي the first part of the duodenal وهي the second part of the duodenal مغطي جزء من الكدني هاي transverse colon right colic flexor كله برضو مغطي لي الكدني وهاي super renal gland ايضا مغطيها الكدني وجدت الطلات بلاقيه فيه مناطق بين الكدني وبين الورغن فيه بريتونية وفيه مناطق لا الورغن ملامس تماما للكدني مثلا هنا the descending part of the colon في هذه المنطقة this is the descending part of the duodenal the second part of the duodenal هنا the liver هنا the supra renal gland هذه the right colic flexor هنا the small intestine هنا the small intestine طيب طيب ماذا عن the posterior relations of the right kidney هاي the right kidney في الريترو peritoneal space related ال posterior to the twelfth rib المسلز تبعت posterior abdominal والهما السعوة أو such Self quadratus lumborum والorigine of the transverse abdominis موسلز في عندي T12 وイلوان اللي هو ilio hypogacity إليوينجوينال نيرز ديسين داون ورد لترالين بهاين رايد كدنيا بجينا نطلع نشيكين الريلاشن بين ال الرايد كدنيا بس موجود هل غايل تسير رسيرس من لترال لميديال قدريس لمبورام صوص نيجور ما ننساش كمانو تسير رسيرس كدنيا مقابل ماذا عن الريلاشن الريف كدنيا هنا سوبرارنال هنا سبين استومات ونقريس 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 هاي هنا عندنا لفت سوبرارنال هذا المنطقة في الستومات هادي المنطقة فيها التنكرياس هان طبعا الستوبة كلها بره منها هادي منطقة وهادي منطقة وهادي منطقة في هذه المنطقة في المنطقة هادي المنطقة الأمام تحضير كل رينال ارتري يوزولي دفعي انتو 5 سيجمينتال ارتري انتوى الهيناب. 4 سيجمينتال ارتري واحد من سيجمينتال ارتريز رايحنا رينال بيطلع ارتريس من سيجمينتال ارتريز. انت طلع على هذا الصورة شاكده ارتريس مقسوم ليientoة خمسة بنسمية سيجمينتال ارترز.ần سيطلع اليمن هذول شاكدين هذول واحد من الحاجي بنسميه انتر ارتريس. الانترلوبر ارترز او وين ماشين حوالين او على على مسيحة مسيحة على مسيحة. لغاية ما يوصل ال بروح وعملين لي ايش ؟ لفها بيقولولي ارشين. بصير يسمون من الاركويت ارترز بطلع لي رايحة على الكورتي سيلوهم هدول بسموهم ايش ؟ بسموهم انترلوبتير ارترز. لو جيت انا على الجامع بنرسم هال اه اه هاي في اندي اسمه سيجمنتل ارتري قرضو هادو كلهم سيجمنتل ارتريز هادول اوكي سيجمنتل ارتريز بيلاقي القسم الى لوبر ارتريز اللي هادول اي واحد لوبر كمان لوبر ارتريز كمان الوبر ارتريز بروح ماشين بيعطوني انتر لوبر ارتريز وان بيكونوا ماشين ماشين على الزواج. على الزواج. بعدها كبيروح عاملين. اه آسف. هدول الماشيين على السابق سموهم والعملين بسموهم بكون طالع منهم هدول بنسميهم من بيطلع حالي بنسميها رايح يغذيني جزء من الكدمي اللي هو بسموه وهذا جزء من اللي احنا بنسميه النفرون. هاي مرة تانية. عندنا قلنا اربعة بكونوا ذرينا البلبس واحد بيكون بهاين ذرينا البلبس هدول بيعطوني واللوبر بيعطوني والانترلوبر بيعطيني والاركوت بيعطيني ايش بيعطيني اا اا انترلوبيولر بيطلع منه الافرنت اجلو ماريولر ارتري. جدي هدول انترلوبيولر ارتري وهي طالع منه مين طالع منه الافرنت اجلو ماريولر ارتريول بيفود على النفرون بيطلع من الحجم س Dinnerه ايثرنت اجلو ماليولر ارتريول اوكي. هاي اا تجميع مرة تانية الارتري بنقسم الى فيب سج منتلالات Victor aliجد تعطيني انترلوبر اروبر ارتريول والانترلوبر اركوت bought into الانترلوبير والانترلوبير اوberIrter boobs يتجمع داخل الى اللوماريول كابيلاريز. الجمعة تعطيها هيسمة افرينت ارتريول. افرينت ارتريول بيعتيني هيسمة حوالين جزء من جزء من القنوات الكل اللي راح تخضوها مستقبلا. بعدك بروح الانترلوبيولان اه فينز بعدك ارقويت فينز انترلوبر فينز بعدك رينال فينز. الرينال الرينال موبيليتي اه خليين نقول انه الفاتيك درينيج عندها بتقع على اللاترة الاورتك لينفنوز حوالين الرينال ارتري عبارة عن رينال سيمباتيك بليكسس ذا افرينت فايبرز ذا ترافل ثرو ذا رينال بيكسس انتر دا سفاينال كول بيكسس انترلوبيوليج عندها بيكسس اكسر الرينال وبينظر ونعرف أنه لأنه الright kidney lies at a slightly lower level than the left kidney and the lower pole may be palpated in the right lumbar region at the end of deep inspiration in a person with poorly developed abdominal musculature بمعنى ما في شي good musculature عنده كما ممكن أنا بسهولة تربية participe من الداخل من قبل الابدون الهول الآن لو قلت الانتظر PRRN قلت بشكل كبير زي ناجد العمل ريجيم بسهولة قصيرة خصائف الكيمية كبيرة من وزنه يلاقي حيث تكون الضوء anymore لأنه أنا فقدت واحدة من الضوء من المعتبرات التي تستمعها لوزن الانتظار الفات. الان ايش هذا ممكن يعمل? خلي الكبني بتنزل لتحت وبالتالي يصير فيه نوع من الكنكينج نوع من اه الزاوية بين الكبني وبين اليوريتر وبالتالي يعمل لي حاجة اه لو كان في عندي هذا الكنكينج ادى الى في اليوريتر ميليتم اه حية بسمية ليتجمع اليوريتر داخل الكلية وعدم امكانية خروجه من اليوريتر ممكن يؤدي الى رينال فيليا. ما بياثر اطلاقا على السوبرا رينال فاشيا. الكبني لحالها بتنزل والسوبرا رينال بتظلها معلقة لانه لها سبيشال كمبارتمنت والسيبارت كمبارتمنت خاص بها. كبني اه طبعا الكبني הכبني استطاقني من الجهزة والثيبارات وترجل القيامة. لكن في بسبب عند الكلات من جميع الكبني بد 오ا ب sequence ميض رزيله الخاص بي bigger than the last rib and the vertebral cage. حسب السيبارная چلاة حسب السيبارة من الكلارة ، حسب السيبارة من الط ve bloat Il lyricfte quicker as always. linkedin pages that again vintage كمية قليلة من الدم تحت الرينا الكابسول او يكون حتى كومبيت لسيريشن وانجيرين وشاترين اوف داكيدنين بنيتريتين انجيرز يوجولي كوز باي ستاب وونز او غان شات وونز فهذه زي ما حكينا ما بتشاور ومي انفولف او اوفر حتى انفولف اذر بسفة خلي في بالك معلومة راح تاخدوها في الفيسيولوجي مستقبلا انه 25% من الكارجيك اوتوت ا Kinder وبالتالي تأييريني İşte هاد هاد السور المختلفة من هان هان مسلا في عندي مالد بللانت تروما عملتني مالد هيمتوما تحت الكابسول الكابسول طبعي هان الانجيري لكن في اي هان ربشر خلtera موجودة في الكورتيكس فعملتني ميلد بروزينج او ميلد هيماتومات. هنا لا فيه والله البلانت انجيري ادى الى اه انجيري في الكابسول فيه عندي يعني اكسترنال بليدن. يعني اللي بليدن طالع بره الكبني. لو جينا اطلعنا هنا بنلاقي لا انه الانجيري اه انفولز الكورتيكس والمضالة والكاليس والتالب فيه عندي بليدن طالع بره الكبني فيه بليدن كمان انتو ذا الدي الحالة بشايف الكبني مفتفة بسموها شطرد كبني وين في عندي انتو terminal فى انترنال في عندي كمان ايش يوريتر اند يوريني هذه الحالة البلونتترومة أدت إلى شد كثير على الرينال بيديكل الرينال بيديكل هي مجموعة البلود بيسل وكذا فصار في الرينال آرتري أو الرينال بيين من هذا المكان وإنتيرنال بليدي وإنتيرنال بليدي الدولود بليدي طريقة هائلة ترضيد في مجموعة البلود ب و هذا قد يأدي إلى吉ان المجموعة الرينال بيدي كل يمر أكمل الطيب فلا ينتلك حتى أن يتصب في المجموعة البلود بيديكل وبالتالي زي لاجيت رابدلي فكر عنا طول انه لازم انا اعمل ايش اه دي بالطيش بالابدني واشوف اذا في عندي كيدني تيومور تو اكسكلود ماليجنسي اف دي ريف تيدني اند لفت رينال فين ثرومبوسيز. رينال اه بين فارز فروم اضل ايك يعني اضل ايك مبهم ايك تو سيبرين بكون انده فلانك في خاصرة. ميرديد دونوردين على الابدنين. الروح البرانيس الرينال رينابر انده النصير عمول ريناب رانيس الذين هيا تفرضين باء الحنيجين. عمول مفترضين نصيرة تابع لـ السمباثيك نير واسموها Lowest Splank Nair They enter the spinal cord at the level of T12 While referred along the distribution of the sub-cursal nerve to the flank and anterior abdol-nivish So, this is the site of referred panel G من الكنيب مشفاها منطقة الخاصرة ونازل لتحت باتجاه lower abdomen إذا كان يوريتريك بعمل لك إيش هاد نزل يعني وغيح باتجاه الـ باتجاه الـ طبعا ما ننساش إن أنا دوجيت عملتك عمل يعني ضميت إيدي وعملت خطات في هذه المنطقة في الـ من الـ برضو الـ راح يشعر بـ نسبسا كان هذا كنا بنسمع عن عمليات نقل الـ واحد عنده عفا الله إياكم فشل كلاوي وكان يعمل أو هيمو دايالسز فترة طويلة بعدك والله وجدوا متبرع بكلية وهذا المتبرع يتوافق كبير في الجينات بين المتبرع وبين المستقبل فقالوا بنعمله كدني أو عملية نقل كلا أو عملية زراعة كلا الآن هذه الكلية المزروعة وين بحطوها؟ بحطوها يا جماعة في الـ في الـ على الـ وشمعنا هذا المكان لأنه آآ بلا هذا المكان لكم بسهولة نوصل له ما في عندي أي مشكلة الآن أنا في عندي ثلاثة مهمين للكدني رقم واحد إيش؟ رقم واحد الـ كدني المزروعة هتدي وصله عن طريق إيه؟ جالك الـ بوصله في على نفس الجيه يعني بمعنى إيش بقطع الـ وبفصله عن تابعته وبوصله طرف بطرف مع كدني طب والـ جالك الـ بدي أشبكه طب وإيش بالنسبة لـ اليوريتر؟ بعمل حيسمها يوريترو سيستوستومي يوريترو سيستوستومي يعني أوصل اليوريتر مع اليوريترو بعملها اليوريترو بعملها آآ إنترانس في اليوريترو شميعنا عشان أسهل ما يكونش فيه أي آآ السؤال الآن من يجي نتطلع هي عندي أنا شايفين هاي الـ بينتهي باين كل بنقسم الى اتنين واحد اسمه اللي نازل اللي هاد اسمه اللي بكمل تحت الـ وهي الـ شايفين الـ بقطعه من ها وبفصل على الـ بواصل مع الـ رينال فين طب مع الـ رينال الرئيسر والـ رينال هاي هادا الـ 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 بلقيه بواصل إيش يعني الـ نهاية الـ رينال فين السؤال الشهير لـ لـ مشان قطع عن هادهم لا بيحكي لك الـ الـ على الـ عامل جود مع الـ على الـ فانا لو عملت هذي الشغل زي اذا نذكرين ما كنا بنعمل في حالات في حالات الـ صح ولا لا اذا انا قلنا يا الله الـ بين الـ ومصدت نفسها بين الـ ومصدت وبالتالي مش رح يكون فيه اي خوف على الى هنا بيكون انتهى الجزء الاول من الريترو كريتونيال اسبيس كلامنا في عن الاكستينت او بذريترو كريتونيال اسبيس وتعريفه كلامنا عن الانتيرى والوال بذريترو كريتونيال اسبيس كلامنا عن الموجودة في الريترو كريتونيال وبدأنا نحكي عن كواحدة من الورغنز كواحدة من الريترو كريتونيال اه اورغنز كلام عا كل الكيديمية اه جروس ديسكريبشن حكينا ايضا عن الريلاشنز البلود سبلاي نيرف سبلاي الانفاتيكي درينيج او ذا كيدنز واخدنا مجموعة من الجزئية التانية اه من الريترو كريتونيال سبيس بتلاقوها موجودة على اه الصفحة على اليوتيوب اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله واي سؤال لا تترددوا في طرحه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته